بداية بكل تأكيد البقاء لله في وفاة الكابتن الكبير رحمة الله عليك كابتن أهب جلال آه يعني بنعزي بنفسينا فعلا أهب جلال يعني حاجة محترمة جدا يمكن أنا عرفه من عمر لكن كنا مرتبطين ببعض السنة دي أول مدرب الفريق الأول وأنا مدير فنكتر ناشئين كان دايما بنقعد مع بعض ونتكلم ونرشح لعيبة فلا أهب جلال مختلف خالص والله كريم والله يعني شخصية مختلفة خالص يعني ما بيطلعش العيبة خير لأقصى درجة ممكن تتخيلها جدع انسى ممكن يبقى واحد مزعله وانت عارف انه هو يعني قيل عليه حاجاته بتاعه كده مقرد ما يشوفه تلاقيه بيحطنه وبيبوسه وبيتطب علي أقسم بالله يعني الأهب جلال شخصية أنا بتكلم أنا عشرة ناس كتير وناس كتير محترمين لكن بالشكل ده وبالأدب ده ما فيش لبس بيطلع أبدا تعرف كل مدربين الكورة احنا عصبيين شوية لكن لا لا انسى عشان كده سبحان الله تشوف حب الناس وحب اللعيبة لي وحب زميله وحاجة يعني إن شاء الله هو في حتة جميلة وهو يستاهل وعماله كلها بتتكلم عنه أكيد في مواقف حلوة ان احنا دلوقتي فرصة كمان قبل ما نتكلم على الإسماعيلي وهيعمل الإسماعيلي الموسم الجديد نتكلم شوية عن سيرة الكابتن إهاب جلال يعني دي حاجة يعني لازم تقال بصراحة يعني كابتن إهاب بعت مع حد فلوس لزوجة ولاد لعيب مرحوم يعني مات يعني فبعتها وبتاعه كده فواحد صاحب الكابتن إهاب وصاحبنا سأل ما فيش حاجة وصلت له فراح كلم لكابتن إهاب وكده قال له على فكرة موصلوش الأمانة اللي انت اديت له الفلوس دي موصلهاش للناس وبتاعه كده احنا هنعمل وهنعمل والله قصة من بالله هبقى قال له بقولك إيه ولا تعمل انت خد ادي لهم الفلوس دي لأنه انت متعرفش ظروفه إيه ممكن كان عنده ظروف ولا محتاج ولا كده اللي يعمل كده أكيد غصبا عنه والله والله قصة من بالله يعني إدى فلوس توصل لحد فاللي هيوصل الفلوس ده موصلهاش فهو مجاش على اللي موصلهاش ده ده بعت فلوس تانية غيرها طبعا وقال ما تكلمش في الموضوع ده خلاص ده أكيد عنده حاجة ولكن أنا 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 معرفته بقول لا هقول له ازاي وما توصلش الأمانة فهو ده إهاب جليل عشان كده أنا بقولك والله يا كريم مختلف خالص إهاب مختلف خالص ما ينفعش تزعل منه أبدا نزعلش حد بيعمل خير دي حاجة أنا معلش اسمعنا أنا لازم أقول في حاجات أرجوك أرجوك والله أرجوك والله والله في حاجات مهمة جدا لعيبة في الفريق الأول لعيبة ناشئين في رحلة قطر اللي فات دي بجبلهم جزم على حساب و جزم كورا يعني حنين وجدع ارجوك أحساب شكرا